يعني قصف مكسف في هذه الأيام من قبل قوات الروسية للعاصمة كييف وغيرها من المدن الأوكرانية وفي المقابل نشهد موجة من التعاطف العالمي والدولي مع الشعب الأوكراني الذي يتعرض لهذه المحنة القوية ويبدو بأن فلاديمير بوتين يضرب بقوة الآن ولكنه يستهدف منشآت البنية التحتية ويستهدف أيضا المدنيين وسط قعاد بخسائر قوية للجيش الروسي في كثير من المعارك التي يخضها الآن سواء في قريسون أو في غيرها من المدن الأوكرانية على النظير الجيش الأوكراني يتحدث عن أنه سيبدأ مرحلة جديدة من أجل تحرير كافة المدن الأوكرانية التي أعلن فلاديمير بوتين عن ضمها إلى موسكو الوضع مشتعل العالم يترقب لا صوت يعلوم فوق صوت المعركة العالم يحبس أنفاسه جراء تلويح فلاديمير بوتين باستخدام السلاح النووي اشتركوا في القناة